بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهلين المعصومين واللعن الدام على عدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم أمين رب العالمين السلام على الحسين السلام على علي بن الحسين السلام على ولاد الحسين السلام على أصحاب الحسين السلام الله عليك سيدة أبا عبد الله السلام الله الشامل التام عليك يوم أولدت ويوم أعجت في هذه الدنيا الدنية ويوم أولدت الشهادة العظيمة بواقعة الطف التي أقامت الدنيا ولم تقعدها لهذه اللحظة وبهذه الفاجعة للهيمة نرفع العزاء للمعزة أولاً إمامنا صاحب العصر والزمان محمد المهدي بن الحسن العسكري عجل الله فرجه الشريف ونرفع التعازي الحارة لمراجع الدين العظام ولأمة الإسلامية والمؤمنين في الواقع حال المصاب الذي صدع قلوب أهل البيت وصدع قلوب المؤمنين وكهذه الحادثة تكرر في كل عام ويبدأت مع مذهب أهل البيت حقيقة يعني مظاهر الألم والحزن على هذه المصيبة وهذه الفاجعة التي ألمت بالأمة الإسلامية فاجعت مقتل إمام الحسين بهذه الطريقة البشعة من قبل أولئك الذين وقفوا بوجه الله وبوجه رسالة الله وبوجه النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبوجه المؤمنين والأهل البيت عليهم وأوضوا الله صلى الله عليه وسلم كما شئتناها في هذه الأيام داعش والنواصب والوهابية الذين وقفوا بوجه المؤمنين وعادوا في الأرض فساداً ولكن سبحان الله لقوا جزاهم العادل ولقوا الضربات التي حقيقة كفاءتهم عن أرض العراق ورجعوا خاسئين هذا لعله من بقي منهم ورجعوا خاسئين إلى بلدانهم غير الذين قتلوا على أرض العراق طبعاً أنا ذكرت يوم أمس بدأنا بمواقف الثبات من قضية الطف وأعني بذلك موقف الثبات من إمام زمانهم ولكن الذين حقيقة ثبتوا على الولاء الإهل البيت وكان ولاهم من قطع النظير وكان يتقدمهم ابن عم الحسين عليه السلام مسلم بن عقيد سلام الله عليه أرسلوا الحسين للكوفة ثم قال لأهل العراق بعد أن أرسلوا الرسال لإمام الحسين عليه السلام بعد أن هلك معه قال له أن أخدم علينا فأنت إمامنا أنت يعني ولينا فأجابهم الحسين الجواب الذي ذكرته في وقته هؤلاء رسل الثلاثة مسلم بن عقيد عليه السلام وقيس بن المصهر الصيداوي ومن بعده عبد الله بن يقطر قتلوا بأجمعهم من قبل الموين ومن لزم جادة مضالة أنا في الواقع يوم أمس تناولت بأن هؤلاء نستقي منهم درس الثبات بأن الإنسان عليه أن يثبت ويعلم بأنه أي جادة يسلك في هذه الدنيا الإنسان كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى كما يذكرون في علم العقاد أن الله سبحانه وتعالى لما خلقنا المولج لما خلقنا لابد من تكون هناك فلسفة الخلق الفلسفة يعني الحكمة مخصوبة فما هي فلسفة الخلق لماذا خلقنا الله طبعا وكما يقول علماء الأجلاء الله يقدس السارة الماضين وقدسنا فاسم معاصرين يقولون من جملة الحكم التي طمعا الوجود أشرف من العدم كما يقول فلسفة ولعله سيد الشهداء إمام الحسين عليه السلام يذكر ذلك في مطاوي دعاء يوم العرفة العظيم في مضامينه وأبعاده التي تنم عن قرب إمام الحسين وعرفانه من الله سبحانه وتعالى وعبادته الله وقراره بالعبودية وقراره بالربوبي الله سبحانه وتعالى أن فلسفة الخلق الوجود أشرف من العدم لكن ما هو هدف الخلق؟ ما هو هدف خلقنا؟ حقيقة يبينوا علمانا بأن الهدف من الخلق الذي نقول بهنه أشرف من العدم للوصول بالتسكية الأنفس إلى المراحل العلية حتى نستاهل النعيم الأبدي هذا طبعا كما يبينون علماء الأجلاء ما هي فلسفة الخلق طبعا هذا الأمر ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه لاحظوا يا أخوة يعني المولى الجليل لا يعني أريد أنه بيين بأنه يجب إراءة الطريق لنا خلقنا نعم وهذه نعم من الله سبحانه وتعالى ولا بد من إراءة الطريق للوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى وهذا ماذا؟ وهذا يكون عن طريق إرسال الأنبياء والرسل وتنصيب الأوصيان لإراءة الطريق للهداية ثم الأوصيان تكون وظيفتهم حفظ الأمة وصونها وبث الحكام الشرعية وصون الأمة الأسلامية أو الأمة التي بعث فيها الأنبياء والرسل للحفاظ عليهم من الحراف العقادي وبث الحكام الشرعية كما حصل مع النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته على المؤفضل الصلاة والسلام وكان خلفاؤه من بعده كما تنص على ذلك الكتب التي بينت خلافة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم لعل واحد من هذه المصادر دروس في العقيدة الإسلامية أن عندما نزهت هذه الآية الشريفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ويتون الزكاة وامرقعون هذه سنقف عندها متعلقة بإمامنا عبدالله والسلام بالخصوص لكن هناك آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم طبعا جاء جابر رضوان الله عليه إلى نبيه الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله طبعا بعد السلام علمتنا وعرفتنا طاعة الله وطاعتك لاحظوا أيها الأخب بالدقة وبالكلام مباشر سأل جابر ابن عبدالله الأنصار وضع الله عليه أنا ذكرت مصدر الكتاب دروس في العقيدة الإسلامية للشيخ محمد تقي مصباح اليازدي فمن أولي الأمر هذا سؤال جابر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولي الأمر الذين أمرنا الله بطاعتهم أجابه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم هم خلفاء المسلمين بعدي بصالح العبارة وبدأ يعدد نبيه الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم اسم كل إمام والمرتبة مات وهكذا تسلسل لأمة ثم قال الجابر ستدرك ولدي الباقر فبلغ عن السلام فعلا كما تنص على ذلك الروايات أنه وصلت الأمور إلى جابر بحيث يسجد عفوا يكون عند باب المسجد عند باب يسجد عند باب مسجد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم ويتساءل عن متى يأتي الباقر وفعلا استمر طبعا هذا كشف من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحياة جابر وقال له ستدرك ولدي الباقر فعلا عند تنصيص الخلافة بعد إمام زين عبدالي عليه السلام لولده باقر عليه السلام وأبلغ النبي الأكرم بذلك يعني أبلغه لجابر فالتقى جابر بالإمام باقر واستمرت حياته لها فترة إمامة إمامنا الباقر عليه السلام ويعتبر هو الخليفة الخامس والوصل الخامس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداع بألي بن أبدال ثم الإمام الحسن ثم الإمام الحسين ثم الإمام عيليين حسين إمامنا زعمني وبعده الإمام باقر عليه السلام وبلغ جابر بلغ الإمام الباقر بلغه وسلام جده النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك عاش فترة ماشاء الله من الوقت ثم توفي رضو الله عليه طبعا هناك كان موقف لجابر عند قبل الحسين عليه السلام والزيارة التي عرفت عنهم في زيارة يوم الأربعين التي اختصها أهل البيت بالثواب والأجل العظيم وهي زيارة يوم الأربعين على كل حال أنا في الواقع ذكرت هذا أمر لأصل إلى أمر مهم جدا وهو قضية طاعة أهل البيت علي مبضى الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان التنصيص على كل ما ونحن نقول هذه عقيدتنا هذه عقيدتنا خلافة إمامنا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين إمامنا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ومن بعده الامة الأحد عشر هي خلافة بلا فصل وهاي بلا فصل مهمة جدا ولعله بإذن الله المستقبل نقف عندها بتأمل ما معناه بلا فصل بأن الخلافة بعد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم بنص الآية الشريفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما وليكم الله ورسولهم والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ويتمون الزكاة ومراكعون هذه بحق إمامنا عبدالله طالب فهو بعد رسول الله خليفة بلا فصل نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الله كالذين يتبنون العقيدة الصحيحة في أمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام وهي العقيدة والجادة الصواب التي توصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى نسأله سبحانه وتعالى أن يكشف البلاء الذي حل بساحتنا جائحة كورونا إن شاء الله تنكشف عن الساحة الإسلامية وكذلك بقية الدول إن شاء الله بالخصوص الدول الإسلامية ينكشف هذا البلاء وهذه الجائحة إن شاء الله والدعاء للشفاء والتام والمرضى الذين وصبوا بهذا الداء إن شاء الله وذلك ليس بعزيزي إن شاء الله هذا يحصل بحق الإمام الحسين وبحق مصيبة إمام الحسين عليه السلام وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر